كان ينتظر التشكيل كنا نغنديره قراءة قبل التشكيل لكن جاءنا التشكيل النهائي لهذه المباراة بيمكن تغييرين بسيطين على متوى تقريبا تكلمنا على حريصة المرمى على متوى الدفاع حضور رومان سايس ونايف أكرد كان تخوف من عدم جاهزية يعني رومان سايس وكان دائما حديث بخصوص كونه ممكن يكون تنائي مع نيف أكرد الآن تأكد بأن رومان سايس و أكرد في عمق الدفاع C'est un des points fau de l'équipe national المهم في الحنانيخ central c'est دي جوهور اللي لعبوا بزاف ensemble تقمي كتلعب بزاف ensemble كي كونو عندك للي كونيكشون تقمي كوبرتور متوال كتعرف كشكولا يخرج كولا يرجع كتكون صديرو نيفو sur le principe تاكتك كي تكون كم كنقولو الأمور مريزة peut-être ولا شوفنا au niveau دي للا فرماتش اللي تعتادس كين 3 absences ولكن كي بنوا ليا 3 absences اللي هم objectيف موضوعين كنشوفو ما كينش بوفل بوفلل؟ باقκر بين هم socioeامل cevاريس باقق من زاديرو المترجم للقراءة أسمحوا لي أن نرجع للقراءات وتنشيط الخطوط الملتخب الوطني وقام قراءة على مسويخات الدفاع بوجود محمد الشيبي أشرف حاكمي رومان سيس أغرد ممكن أعطينا أيضا الصورة تشكينات تكون أفضل فقط النقطة هذا يعني رباعي اللي ثلاثة فيهم كانوا في كاس العالم للأوتوماتيزمات بشكل كبير لكن الشيبي أيضا تجربة على المستوى الإفريقي حتى هو في البيراميدز ما نتكلمش على التجارب ديره السابقة ومن اللاعبين المتميزين لكن في الجيل اليومنا ستكون تجربة مسبق ليربع مرأة هو أشير به قبل اللحظات بإمكانيات اللاعب الشيبي خصوصا على مستوى عنده لاتوش في حلقانير وكان ذلك رأي استغلاء كان ذلك رأي درقالقير يمكن أن يشوف ديتوش دير الشيبي طوال هو لعب جيد لا نقاش في هذا المرأ وإلا ما كانش يحترف في مصرف البيراميدز اللي فريق أيضا فريق جيد هناك ولعب الرسميه مراعب لأنه مشاكل اللي وقع عليه في الفترة الأخيرة لكنه على المستوى المرضود فهو لعب جيد هناك يبقى تأكلهم ديله مع هذيك الجهة لكن ما تصور شراء يكون مشاكلتين لما كان نقول أنه الجهة الأخرى هذك المتللات اللي موجود نعم يا غدين نمشو نتابعوا نتابعوا هذا التصريح ونكمله ترجمة نانسي قنقر